اشتركوا في القناة بصوت السيد أحمد الحسيني عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن أبيه الباقر عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين عن أبيه الحسين الزكي الشهيد عن أبيه أمير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الليلة التي كانت فيها وفاته لعلي عليه السلام يا أبا الحسن أحضر صحيفة ودوات فأملى رسول الله صلى الله عليه وآله وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع فقال يا علي أنه سيكون بعد 12 إماما ومن بعدهم 12 مهدية فأنت يا علي أول الاثنى عشر إماما سماك الله في سمائه علي المرتضى وأمير المؤمنين والصديق الأكبر والفاروق الأعظم والمأمون والمهدي فلا تصح هذه الأسماء لأحد غيرك يا علي أنت وصي على أهل بيتي حيهم وميتهم وعلى نسائي فمن تبتها لقيتني غدا ومن طلقتها فأنا بريء منها لم ترني ولم أرها في عرصة القيامة وأنت خليفتي على أمتي من بعدي فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إلى ابنه الحسن البر الوصول فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه الحسين الشهيد الزكي المقتول فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه سيد العابدين للثفنات علي فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الباقر فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه جعفر الصادق فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه موسى الكاظم فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علي الرضا فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الثقة التقي فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علي الناصح فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه الحسن الفاضل فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد صلى الله عليه وآله فذلك إثنى عشر إماما ثم يكون من بعده إثنى عشر مهدية فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين وفي مصادر أول المهديين له ثلاثة أسامي اسم كسمي واسم أبي وهو عبد الله وأحمد والاسم الثالث المهدي وهو أول المؤمنين كتاب الغيبة الشيخ الطوسي رحمه الله ووصف الرسول له بأنه عاصم من الضلال أبدا يجعل من المحال أن يدعيه مبطل ومن يقول إن ادعاءه من المبطلين ممكن فهو يتهم الله سبحانه بالعز عن حفظ كتاب وصفه بأنه عاصم من الضلال لمن تمسك به أو يتهم الله بالكذب لأنه وصف الكتاب بأنه عاصم من الضلال أبدا ومن ثم لم يكن كذلك أو يتهم الله بالجهل لأنه وصفه بوصف لا ينطبق عليه جاهلا بحاله وحاشاه سبحانه من هذه الأوصاف وتعالى الله عما يقول الجاهلون علوا كبيرا فلا بد أن يحفظ العالم القادر الصادق الحكيم المطلق سبحانه النص الذي وصفه بأنه عاصم من الضلال لمن تمسك به من ادعاء المبطلين له حتى يدعيه صاحبه ويتحقق الغرض منه وإلا لكان جاهلا أو عاجزا أو كاذبا مخادعا ومغريا للمتمسكين بقوله باتباع الباطل ومحال أن يكون الله سبحانه جاهلا أو عاجزا لأنه عالم وقادر مطلق ويستحيل أن يصدر من الحق سبحانه وتعالى الكذب لأنه صادق وحكيم ولا يمكن وصفه بالكذب وإلا لما أمكن الركون إلى قوله في شيء وننتقى ضده ونص خليفة الله في أرضه على من بعده مع وصفه بأنه عاصم من الضلال لمن تمسك به نصا إلهيا لا بد أن يكون محفوظا من الله أن يدعيه الكاذبون المبطلون حتى يدعيه صاحبه وإلا فسيكون كذبا وإغراءا للمكلفين باتباع الباطل وهذا أمر لا يصدر من العالم الصادق القادر الحكيم المطلق سبحانه فلو قال لك إنسان عالم بالغيب ومآل الأمور إذا كنت تريد شرب الماء فاشرب منه هنا وأنا الضامن أنك لن تسق السم أبدا من هذا الموضع ثم إنك سقيت في ذلك الموضع سما فماذا يكون الضامن؟ هو إما جاهل وإما كاذب من الأساس أو عجز عن الضمان أو أخلف وعده فهل يمكن أن يقبل من يؤمن بالله أن يصف الله بالجهل أو بالكذب أو العجز أو خلف الوعد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وقد تكفل الله في القرآن وفيما روي عنهم عليهم السلام بحفظ النص الإلهي من أن يدعيه أهل الباطل فأهل الباطل مصروفون عن ادعائه فالأمر ممتنع كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ومطلق التقول على الله موجود دائما ولم يحصل أن منعه الله وليس ضروريا أن يهلك الله المتقولين مباشرة بل أنه سبحانه أمهلهم حتى حين وهذا يعرفه كل من تتبع الدعوات الظاهرة البطلان كدعوة مسيلمة فأكيد ليس المراد في الآية مطلق التقول على الله بل مراد التقول على الله بالدعاء القول الإلهي الذي تقام به الحجة عندها يتحتم أن يتدخل الله ليدافع عن القول الإلهي الذي تقام به الحجة وهو النص الإلهي الذي يوصله خليفة الله لتشخيص من بعده والموصوف بأنه عاصم من الضلال حيث إن عدم تدخله سبحانه مخالف للحكمة ومثال هذا القول أو النص وصية عيسى عليه السلام بالرسول محمد صلى الله عليه وآله ووصية الرسول محمد صلى الله عليه وآله بالآئمة والمهديين عليهم السلام فالآية في بيان أن هذا التقول ممتنع وبالتالي فالنص محفوظ لصاحبه ولا يدعيه غيره وتوجد روايات تبين أن الآية في النص الإلهي على خلفاء الله بالخصوص فهو نص إلهي لا بد أن يحفظه الله حتى يصل إلى صاحبه فهو نص إلهي محفوظ من أي تدخل يؤثر عليه سواء كان هذا التدخل في مرحلة نقله إلى الخليفة الذي سيوصله أم في مرحلة أو مراحل وصوله إلى الخليفة الذي سيدعيه وهناك روايات بيّنت هذه الحقيقة وهي أن التقول في هذه الآية هو بخصوص النص الإلهي عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم قال يريدون ليطفئوا ولاية أمير المؤمنين عليه السلام بأفواههم قلت والله متم نوره قال والله متم الإمامة قلت قوله إنه لقول رسول كريم قال يعني جبرئيل عن الله في ولاية علي عليه السلام قال قلت وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون قال قال إن محمد كذاب على ربه وما أمره الله بهذا في علي فأنزل الله ذلك قرآنا فقال إن ولاية علي تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا محمد بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين الكافي الجزء الأول الصفحة 434 كما أن الإمام الصادق عليه السلام يقول إن هذا الأمر لا يدعيه غير صاحبه إلا تبر الله عمره الكافي للكليني الجزء الأول الصفحة 372 فالمبطل مصروف عن ادعاء الوصية الإلهية الموصوفة بأنها تعصم من تمسك بها من الضلال أو أن ادعاءه لها مقرون بهلاكه قبل أن يظهر هذا الادعاء للناس حيث أن إمهاله مع ادعائه الوصية يترتب عليه إما جهل وإما عجز أو كذب من وعد المتمسكين به بعدم الضلال وهذه أمور محالة بالنسبة للحق المطلق سبحانه ولهذا قال تعالى لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وقال الصادق عليه السلام تبر الله عمره وللتوضيح أكثر أقول إن الآية تطابق الاستدلال العقلي السابق وهو أن الادعاء ممتنع وليس ممكن فإن قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين معناه أن الهلاك ممتنع لامتناع التقول أي أنه لو كان متقولا لهلك والآية تتكلم مع من لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وآله والقرآن وبالتالي فالاحتجاج بالكلام في الآية ليس بها كونها كلام الله لأنهم لا يؤمنون بهذا بل الاحتجاج هو بمضمون الآية أي احتجاج بما هو ثابت عندهم عقلا وهو أن النص الإلهي الموصوف بأنه عاصم من الضلال لمن تمسك به لا يمكن أن يدعيه غير صاحبه لأن القول بأنه يمكن أن يدعيه غير صاحبه يلزم منه نسب الجهل أو العجز أو الكذب لله سبحانه وتعالى إذن فلا يمكن عقلا وقرآنا ورواية أن يحصل ادعاء النص الإلهي التشخيصي الموصوف بأنه عاصم من الضلال لمن تمسك به أي أن النص محفوظ من الادعاء حتى يدعيه صاحبه ليتحقق الغرض من النص وهو منع الضلال عن المكلف المتمسك به كما وعده الله سبحانه وللتوضيح والتفصيل أكثر أقول أن مدعي المنصب الإلهي إما أن يكون مدعيا للنص التشخيصي الموصوف بأنه عاصم من الضلال لمن تمسك به فهذا المدعي محق ولا يمكن أن يكون كاذبا أو مبطلا لأن هذا النص لا بد من حفظه من الدعاء الكاذبين والمبطلين وإلا فسيكون الله قد أمر الناس بالتمسك بما يمكن أن يضلهم ورغم هذا قال عنه بأنه عاصم من الضلال أبدا وهذا كذب يستحيل أن يصدر من الله وإما أن يكون مدعيا للمنصب الإلهي ولكنه غير مدعي للنص التشخيصي الموصوف بأنه عاصم من الضلال لمن تمسك به وهكذا مدعي إما أن يكون ادعاؤه فيه شبهة على بعض المكلفين لجهلهم ببعض الأمور وهذا ربما ينضي الله به الآية ويهلكه رحمة بالعباد وإن كان بعد ادعائه بفترة من الزمن رغم أنه لا حجة ولا عذر لمن يتبعه وإما أنه لا يحتمل أن يشتبه به أحد إلا إن كان طالبا للباطل فيتبع شخصا بدون نص تشخيصي كما بيّنت ومع هذا تصدر منه سفهات كثيرة ويجعل الله باطله واضحا وبينا للناس وهذا لا دعي أن تطبق عليه الآية بل ربما أمهل فترة طويلة من الزمن فهو يترك لمن يطلبون الباطل بسفاهة وهذا تقريب ليتوضح الأمر أكثر نفرض أن هناك ثلاث دوائر بيضاء ورمادية وسوداء فالدائرة البيضاء محمية من أن يدخل لها كاذب وبالتالي فكل من دخلها فهو مدع صادق ويجب تصديقه فالآية ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين واجبة التطبيق في هذه الدائرة والرمادية غير محمية من أن يدخل لها الكاذب فلا يصح الاعتماد على من كان فيها وتصديقه ورغم هذا فيمكن أن تحمى بعض الأحيان من الكاذب بعد دخوله رحمة بالعباد رغم أنهم لا عذر لهم باتباع من كان في هذه الدائرة فالآية ممكنة التطبيق على هذه الدائرة وليس واجبة التطبيق والثالثة سوداء غير محمية من أن يدخل لها الكاذب بل هي دائرة الكاذبين وواضحة بأنها دائرة الكاذبين فلا داعي لعمايتها أصلا من الكاذبين لا قبل دخولهم ولا بعد دخولهم فالآية ليس موضعها هذه الدائرة انتهت الحلقة الثانية والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة شكرا